السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي طالبات وطالبات واولياء امور الصف الثالث الاعدادي النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض حل مذكرة المراجعة النهية للمتحان اويك ازي اناف بس قبل ما نبدأ يارد تدعمونا بلايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وفعالوا الجرس علشان يصلكوا كل جديد بنقدموا ان شاء الله يلا نبدأ مع بعض هنبدأ في بيدي 42 طبعا دي اختبارات كده تراكمية على يونت 1 2 & 3 الوحدة الاولى والتانية والتالتة السؤال الاول طبعا ده سؤال الدالك سؤال المحادسة مهم جدا يا سنة ثالثة قبل ما نحل المحادسة ان احنا نقرأ المحادسة كاملة طبعا لان ممكن يكون اجابة السؤال مرتبطة بالنقطة اللي بعدها وكمان الجزء اللي هو العلوي ده اللي هو لسطر باللون داكن ده مهم جدا لانه ممكن طبعا يكون في اجابة سؤال في المحادسة او على الاقل هيعرفني المحادسة بتتكلم عن ايه فبيقول لي احمد احمد بيبلغ عن ايه سارقة ريبورتينج بيبلغ والثيفت اللي هي الصارقة فاحمد بيقول اثيف بيقول لس سارق طبعا المحافظة بتاعتي بينما انا كنت فيه في الاوتوبيس فالأبصر الضابط سؤال قال له احمد كان تخينه قصير بشعر اصفر يبقى هو هنا بيسأل عن شكله يعني عايز يقول له شكله كان ايه يبقى ماذا يبدو او شكله كان ايه اللي هي وط ودت لان طبعا هنا عندنا السؤال في الماضي يعني عايز يقول ماذا كان شكله ودت هي لوك لايك ودت هي لوك لايك ده طبعا سؤال الايه سؤال الايه المظهر او الشكل يبقى هو كان شكله ايه قال له هي وصفات اه ان شورت وز يولو هير كان بشعر ايه كمان اه اصفر فالأفصر سأل سؤال تاني قال له هو كان لابس طبعا جينز اه اسود وكمان قميص ازرق يبقى عايز يقول له كان بيرتدي ايه يبقى ماذا اللي هي وط وط طبعا عندي هنا فعل مساعد في السؤال بستخدمه طبعا في اه الاجابة يبقى اقول طبعا هنا عندي وز يبقى اقول الفاعل هي يعني ماذا كان بيرتدي قال له طبعا هو كان بيرتدي ايه اه طبعا جينز اسود وقميص ازرق when did this happen حصل امتى ممكن بقى يقول له اي وقت ولكن وقت قريب طبعا يقول له مثلا اه two hours ago طبعا منذ ساعتين two hours ago where do you live الضابط بيسأله بيقول له انت بتعيش فين ممكن يقول له مثلا اي ليف انا بعيش اي ليف مثلا اي ان جيزة بعيش في الجيزة مثلا فهيقول له write your personal information انا ايقول يو طبعا بيقول له اكتب معلومتك الشخصية هنا وانا اي هاتصل بيك هيقول له مثلا اوكي ممكن يقول له اوكي ويسكت او اوكي thank you السؤال التاني سؤال complete طبعا احنا بنكمل من خلال الكلمات الموجودة في القائمة دي عندي جيت يصل opens يفتح comfortable مريح nearby مجاور وسيارة صورة بيقول لي I am looking forward to our trap to Jesus طبعا انا اتطلع الى المصطلح ده طبعا بيجي ورا look forward to ياما ناون زي موجود كده our trap ياما verb I اني جي اخد بالي بقى انا بتطلع الى رحلتي الى حديقة حيوان اللي هي الجيزة it not at 9 am عايز اقول هي بتفتح يبقى it opens بتفتح الساعة 9 صباحا and it takes about an hour 2 نقط وبتستغرق الام ساعة 2 نقط thereby car طبعا to get in لانا اصل هناك بالسيار the zoo is very big and there is lots 2 نقط الحديقة طبعا كبيرة جدا وفي حاجات كتيرة ان احنا نشوفها هناك طبعا احنا استخدمنا هنا فعل في المصدر عشان عندي حرف make sure تأكد that you wear not shoes انت تأكد ان انت بترتدي حزاء ايه طبعا comfortable مريح السؤال التالي ده عبارة عن قطعة reading كده قطعة قراءة احنا بنقرأها بعد كده بنجاوب على الاسئلة طبعا القطع دي حاول ان احنا نقرأها كده بالراحة كده وبعد كده نفهمها ونجاوب بقى نبدأ نجاوب على الاسئلة من خلال فهمنا القطع اشتريت طبعا معي كرويف كهدية لوالدية هم لم يكونوا سعداء جدا بيها هي كانت بتبدو جيدة في المطبق ولكن هي ما كانتش بتطبخ اوطاته جيدا اه 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 احنا بيها لذان كانت رجعتها واشتريت طبعا واحدة مختلفة اه ام بيقول لي اخوي الاكبر كريم كان متحمس جدا اشترى تليفون جديد انا كمان اشتريت السماعة دي او مكبر السود ده كهدية له كان سهل الاستخدام طبعا هو بيستطيع ان هو يستخدمه ليعزف او يسمع موسيقى هي في بس مشكلة واحدة فيه والدي يعتقد انه تو لود عالي جدا كريم وعد ان هو لن يفعل ضوضاء اخي الاصغر احمد لم يكن سعيد لان انا نسيت اشتريه بيحب يلعب الالعاب عليه جدا او بيحب يلعب الالعاب جدا انا نجعت مرة اخرى علشان اشتريه لواحد السؤال الاول بيقولي نقط اخو الكاتب اشترى يشترى طبعا فون هاتب الضمير ات ده بيشير اليه احنا قلنا طبعا بيشير الي اللي هو مكبر السود طبعا الاخ الاصغر كان ايه احنا قلنا هو لم يكن سعيد يبقى هو كان حزين بعد كده بيقولي اعطي عنوان مناسب للكطعة طبعا السؤال ده ممكن تكتبه بكذا طريقة والاجابة تكون صح ممكن نتكلم مثلا ان الكطعة بتتكلم عن شخص عطوف بيشتري هدايا لأهله او لأسرته يبقى نقول اقاين بيرسن شخص ايه شخص طبعا عطوف او ممكن نقول ان الاسرة دي اسرة طبعا سعيدة ممكن نقول اه هابي فاميلي اسرة ايه اسرة سعيدة ممكن نقول كمان اسرة الكاتب كل دي كلها ممكن نكتبها والاجابة تكون صح ازاي تستخرج من الكطعة ان الكاتب ده شخص عطوف طبعا هو اشترى طبعا هدية لوالديه واشترى كمان طبعا اولدر او اولدر براثر وكمان اشترى كمان هدية يبقى هنقول ان ونقدر بقى ان احنا نجيب كده كل هدية اشتراها في الباسج لأي حد من اسرته يعني نقدر نظهر كمان الهدايا طبعا لخص القطعة فيه طبعا جمل قليلة طبعا احنا ممكن طبعا نكتب كذا اجابة برضو ممكن نقول ايه ان الكاتب ده كان عطوف جدا ايه بود براثنس اشترى هدية to his family نذكر بقى الهدايا he bought ايه نكمل بقى كده microwave for his parents كما كده وكمان and a speaker for his elder brother and a tablet for his younger brother كده احنا نبقى لخصنا في جمل ايه قليل بقى كده سؤال طبعا هنا بيقول لي the synonym of politely معنى كلمة politely اللي هي معناها بادب معناها ايه hardly بصعوبة ولا impolitely بطريقة غير مهذبة ولا excitedly بحمقاس ولا kindly بعطف طبعا هي kindly اللي هي معناها بعطف المكان اللي انت تقدر ان انت تشوف فيه اسماك جميلة هو الكافي المقهى ولا البانك اللي هو البانك ولا الاكواريوم حديقة الاسماك ولا البوتانيكال جاردن حديقة النباتية طبعا بنشوف الاسماك في الاكواريوم Egypt has many attractive places مصر لديها العديد من الاماكن الجذابة they are not هم ليسوا ايه friendly dude ولا beautiful جميل ولا interesting شايك ولا اقلي قبيح يعني هي attractive جميلة يبا هي not ugly ليست قبيحة the prefix not البادئة not can form the interim of usual تستطيع انها تكون form معناها تكون المضاد الكلمة usual اللي هي معناها عادي طبعا usual عكسها unusual we add the soft بنضيف اللاحقة not to get the noun from the word engineer طبعا بنضيف اللاحقة ايه لكي نحصل على الاسم من الكلمة engineer برضو اللي هي معناها مهندس هنضف له ing برضو اللي هي معناها الهندسة a and not is something you make when you are unhappy about a product هو شيء طبعا انت بيتعمله عندما تكون غير سعيد عن منتج هو الorder الطرب ولا complaint اللي هي الشكوى ولا form الاستبارة ولا delivery توصيل طبعا هي complaint اللي هي الشكوى age 44 احمد travel to aleksandria احمد سفر الى الاسكندرية قد هردي طبعا on holiday حرف come to school عايز اقول سلمة لا تأتي المدرسة متأخرا لكن سلمة عندنا هنا مفرد يبقى بنفي doesn't وليس don't don't مع الجم doesn't مع المفرد عايز اقول هي ماذا كانت تفعل بالامس اه امبارح طبعا امبارح ايه في المساء حد دل اللي وقت كان مستمر في في الماضي ابقى انا هنا بستخدم was وليس اه وليس عشان عندي ماضي مستمر the ships المحلات going to be closed on friday عايز اقول ان هي سوف تكون مغلقة في يوم الجمعة يبقى انا هنا بستخدم اما واذا were going to يبقى is going is going to be closed sorry sorry المحلات جمع يبقى are are going the pyramids الاهرامات are usually visiting by many tourists عايز اقول بتزار بوسطة العديد من السياح والتصريف التالت للفعل يبقى are visited بعد كده طبعا ده نقضة عن مكان انت زورته وابدا لن تنساه طبعا احنا ان شاء الله هننزل شرح لي اهم الموضوعات اللي ممكن يجي منها سؤال في الامتحان وهنشرح ازاي تكتب اه وازاي تكتب برضو ايميل عشان لو جالنا ايميل طبعا كل ده هنشرحه في الفيديو مفاصل ان شاء الله ما زلنا في بيديو 44 طبعا ده اختبار على يونت 4 5 6 السؤال طبعا الاول ده سؤال المحادسة بيقول منال منال فالت ايميل يبقى هي هنا طبعا لما تقول لها أنا سوف أذهب لمطروح الجمعة القادمة مع المدرسة ممكن تقول لها مثلا هذا رائع هذا عظيم يعني حاجة كويسة سألت أسؤالها أنا أسفى أنا هكون في الإسكندرية يبقى هنا بتدعيها ممكن تقول لها هل تستطيع أن تأتي معنا أو هل يمكنك أن تأتي معنا أو ممكن تقول لها why don't you come with us ولما لا تأتي معنا أو ممكن تقول لها برضو السؤال اللي أنا قلته تاني can you come with us هل يمكنك أن أنت تيجي معنا قلت لها إيه أنا أسفى طبعا أنا هكون في الإسكندرية يوم الجمعة قلت لها when will you come back هترجعي إمتى ممكن تقول لها بقى أي يوم ما سوف تقول لها مثلا on Monday في يوم الإيه في يوم الأسنين أو ممكن تبقى تقول الجملة كاملة I'll come back on Monday فسألتها سؤال تاني نادية قلت لها I'll go with my father and mother أنا سوف أأتي مع بابا وماما أو أذهب فعازت تقول لها انت هتذهبي مع مين يبقى هو اللي هي معناها من وأستخدم بقى اللي هي والفعل ناقص كده أو في الجملة how will you أغير بقى الضمائر على حساب المتكلم والمخاطب who will you go with انت هتذهبي مع مين قلت لها طبعا مع بابا وماما I'll miss you أنا هفتقدت ممكن تقول لها me too أو ممكن تقول لها I'll miss you أنا هفتقدت ايه ايضا تاني لبيجي 45 طبعا السؤال التاني ده سؤال complete سؤال اكمل هنكمل بليك بحيرة أتركتف جذاب بيقول لي أسوان طبعا ده مكان جميل كده أزوره في الشتاء it's a not place هو مكان ايه طبعا it's a peaceful place هو مكان هادي but it isn't boring ولكن هو مش ممال there are lots not things to do there عايز أقول الكثير من الأشياء يبقى أقول ايه you get there are lots of things to do يوجد الكثير من الأشياء نفعلها هناك you can visit the high dam تقدر تزور السد العالي and not ناصر طبعا هي lake ناصر بحيرة ناصر there are many not buildings and hotels to stay in طبعا يوجد العديد عايز أقول من المباني الجذابة اللي هي attractive buildings and hotels وفنادق to stay in نبقى فيه بعد كده سؤال reading قطعة reading بيقول لي we all agree that كلنا موافقين أن eating healthy food means having a healthy life إن أكل صعام صحي ده بيعني إن انت يكون عندك حياة صحية the food we eat affects our life more than anything else الأكل اللي احنا بنكله ده بيأثر على حياتنا أكتر من أي شيئتان most people have three meals أدي معظم الناس عندها ثلاث وجبات في اليوم أدي معناه في اليوم but in fact they don't care about what they should eat for each meal ولكن في الواقع أو في الحقيقة إن هما ما بيعتنوش بما يجب أن يأكلوا في كل وضبق these meals must contain everything that our bodies need الوجبات دي يجب أن هي تحتوي على كل شيء بيحتاج إلى أكساد they should contain vegetables carbohydrates fresh fruits milk and proteins طبعا اللي يجب أن هي تحتوي على الخضروات والكربوهدرات وكمان الخضروات الطازجة واللبن والبروتينات although fast food is delicious على الرغم من أن الطعام السريع ده لذيذ delicious معناها لذيذ and easy solution for people who work long hours وكمان هو حل سهل كده للناس اللي بتعمل لساعات طويلة and have no time to cook وكمان بيكونش عندهم وقت للطبخ it's unhealthy and so expensive هو كمان غير صحي وغالي it causes a lot of dangerous diseases هو بيسبب أمراض خطيرة اللي هو مين اللي هو والfast food to be in a good health عشان تكون في صحة جيدة you should eat healthy food and practice sportis يجب أن أنت تأكل طعام صحي وكمان تمرس رياضة as they renew your energy and fresh your mind لأنها بتجد الطكتق وكمان بتنعش زاكرتك أو عقلك also doctors advise people to drink milk كمان الأطباء بينصحوا الناس أن هم يشربوا lemon and a lot of water every day والكثير من المياه كل يوم السؤال الأول طبعا بيقول لي the lime pronoun at refers to الضمير ات ده بيشير إلى طبعا احنا قلنا أنه بيشير إلى الفاست فود اللي هو الطعام السريع the word delicious اللي هي معناها لذيذ ده بتعنيها منز معناها طعمه لذيذ active نشيط تستثبت طعمه خطير healthy food الطعام الصحي and sports والرياضة not our energy بتعمل ايه في طاقتنا and refresh our mind يبقى هي بتعمل ايه في طاقتنا هي موجودة هنا في الباسج هي renew بتجدد طبعا طاقتنا وبتنعش عقلنا أو ذاكرتنا repeat to carry treat to am recycle يعيد تدوير بعد كده بيقول لي what is the main idea of the passage ايه الفكرة الرئيسية في القطعة طبعا القطعة كلها بتتكلم عن الطعام الصحي والطعام الغير الصحي يبقى نقول ايه they're healthy and unhealthy food الطعام الصحي وغير الصح do you think that eating one kind of food is healthy قلت اعتقد ان اكل نوع واحد من الطعام اه صحيا نقول طبعا no i don't no i don't think so لا اعتقد ذلك ليه بقى لان احنا لا يجب ان احنا اه ناكل اكل فيه كل انواع زي ما هو موجود مثلا هنا في الباسج نشوف كده بعض بيقول ايه بيقول طبعا ان هنا they should ان الطعام بتاعنا او الوجبات بتاعتنا دي يجب ان هي تحتوي على فيجتابول كاربوهدريات فروش فروت ميلك ان بروتين يبقى احنا لازم نقول طبعا ان الطعام بتاعنا يجب ان هو يحتوي على جميع الانواع يبقى no because our food should contain different different kind of food طعام بتاعنا يجب ان هو يحتوي على انواع مختلفة من من الاطعم اه بعد كده بيقول لخص الوراغراف الاخير ده في جملة واحدة طبعا الوراغراف ده كان بتكلم عن ان انت تكون صحي يجب ان انت تاكل طعام صحي وكمان تمارس رياضة يبقى نقول ليه لأه لأه علشان تكون في صحة جيدة تأكل طعام صحي وتمارس رياض سؤالي اختر للجابة الصحيحة يقول لي على الرغم من ان هو ان هو دخل فقط للمتعة هو كسب المركز الاول طبعا هو دخل المنافسة هو دخل المنافسة طبعا لكن هو طبعا كسب الجائزة حسن ده ولد ماهر معناها ماهر معناها خطير طبعا هي معناها الشباك ده مغلق جيدا اللي هي معناها مغلق مضاد الكلمة ايه طبعا لقد مغلق برضو ولا اوبن مفتوح ولا مديم اللي هي متوسط ولا اويك مستيقص طبعا هي مضادها اوبن طبعا احنا بنكون مضاد كلمة اكيوريت اللي هي معناها دقيق باي اذنك ده بريفيكس طبعا اين اكيوريت غير دقيق نوت ايزا ووتر سبورت هي رياضة مائية سايكلين ركوب الدرجات سناركلين الغاتس ووكنج الماشي جنب القفز طبعا هي سناركلين وي يوز ذا صافيك سنوت تجيز اجيكتيف احنا بنستخدم اللحقة ايه لكي نحصل على الصفة من الكلمة نيشن اللي هي امه يبقى منضف لها اللي هي معناها قوم بعد كده سؤال بيقول لي طبعا عمر مضطر او يجب ان هو يرى والدته طبعا عمر مفرد بيستخدم وليس عايز اقول ان هل حسن كان يستطيع ان هو يزبح لما كان عمره خمس سنوات يبقى كد بيجي وراها الانفنتف الفعل في المصدر يبقى سوام عايز اقول سلمة لم تتناول الغداء بعد يبقى لوقت تصريف الثالث للفعل ده طبعا فيه المضارع التام يبقى الماضي من ايت طبعا التصريف الثالث منه ايتن ماذا يجب على غادة ان تفعل احنا قلنا دو ضز والفعل والانفنتف اللي هو هاف محمد عايز اقول محمد في الاكسر منذ او لمدة سنتين يعني هو هنا الدني المدة يبقى استخدم وليس بعد كده ده ده سيرة ذاتية عن شخص مهم في مجتمعك احنا ان شاء الله هننزل طبعا اهم الموضوعات وهننزل شرح الاهم الموضوعات اللي ممكن يجي منها سؤال في الامتحان طبعا دي تدريبات عامة كده مجمعة من كتاب الطالب وكتاب التدريبات اول حاجة طبعا دي تدريبات على على المفردات احنا نبدأ بيونت وان بيقول لي نقط the second road on the right you can see the restaurant طبعا هو بقول له خد خد الطريق التاني على اليمين تقدر ان انت ترى المطعم يبقى take the second road take انا بعيش في قرية صغيرة في جنوب مصر انا عايز اقول دايما عادة بفعل نفس الاشياء يبقى اخد بال يبقى من كلمة بتاخد الفعل do do things اللي هي معناها يقوم او do something يقوم بفعل شيء ما وطبعا لازم اكون حافظ اللي بتاخد do زي do as job يؤدي وظيفة طبعا do homework do housework do a quiz do experiment do a hobby كل دي do activity do something كل دي طبعا بتاخد do لازم اكون عارفة وحافظها in one journey في رحلة واحدة you can see not crossing the niles تقدر ان انت تشوف ايه عبارة in need طبعا هي الفارز اللي هي المعديات بصص الاوتوبسات بايكس الدراجات كارز السيارات you should make sure that you wear not shoes يجب ان انت تتأكد ان انت طبعا بترتدي حزائي طبعا comfortable اللي هو مريح comfortable shoes حزاء مريح اما ديك فقالت صعب uncomfortable غير مريح wild berry كذا ايف اسماعيل اسكد افيموس not to plant a forest in the 19th century طبعا الخديوي اسماعيل طلب من ايه مشهور ان هو يزرع له غابة في القرن الايه التاسع عشر طبعا هو طلب من اكتر ممثل جاردنر بستاني بوتشر جزار سيل ارباعي بهو عشان يزرع الغابة دي طلب من افيموس جاردنر بعد كده ان يوني تو بيقول لي this week هذا الاسبوع you can buy these headphones انت تقدر ان انت تشتري السماعات دي at the special not باي خاص اه of the only one thousand five hundred pounds بي فقط اه طبعا عايز اقول بسعر خاص الف وخمسمة جنيه طبعا عندي color يعني لون size يعني مقاس price يعني سعر kind يعني نوع يبقى طبعا add a special price بسعر خاص the computer was blocked in i was not the battery ايه طبعا الكمبيوتر كان متوصل في الكهرباء انا كنت بعمل ايه في البطارية damaging bootleaf charging بشحن repairing بصلح turning بي اه ادور او بشغل طبعا انا كنت بشحن ايه بشحن البطارية write your name اكتب اسمك and choose واختار a note that nobody can guess اكتب اسمك واختار ايه لا احد يستطيع انه يخمنها اللي هي passport جواز صفر ولا password كلمة مرور ولا report تقرير ولا blackboard صبورة سوداء طبعا اكتب password اختار كلمة ايه كلمة مرور محدش يقدر انه هو ايه يخمنها handcraft الحرف اليدوية help the egyptian بتساعد المصريين to not want انهما يعملوا ايه فلوس او يربحوا فلوس they are very popular هي مشهورة يبقى هنية بتساعدهم انهما لوز يفقد earn يربح وين يفوز give يعطي طبعا هي earn money the microwave was horrible كان فضيع i not it back and i'll buy a different wine عايز اقول انا رجعته وطبعا هشتري واحد مختلف يبقى ميديا صنع sent your cell head اللي هي طبعا الماضي من هافل هي معناه يملك earn it طبعا هي i sent it back انا رجعته نكمل في بادي 48 on year 3 بيقول لي the not life initiative is an exciting plan that is really making a difference to about 32 million people طبعا هي ايه عايز اقول مبادرة حياة كريمة هي طبعا خطة طبعا مدهشة اللي هي طبعا بتصنع اختلاف لحوالي 32 مليون شخص طبعا هي decent life initiative مبادرة حياة كريمة please not food to people who don't have enough عايز اقول من فضلك اعمل ايه طعام للناس اللي هي ما عندهاش طبعا طعام كفاية donate تبرع create يخلق rebeer يصلح بلانت ازرع طبعا هي donate food اتبرع بالطعام i was disappointed انا كنت محبط to see the note on the walls of the town hall انا كنت طبعا مدهق او محبط من الايه اللي انا شفتها على الحيطان في مبنى البلدية من اللي فليت منشور ولا الجرافيتي طبعا اللي هي الرسم على الجدران ولا النيتورك شبكة ولا سيرفيس خدمة طبعا انا كنت متضايق طبعا من الجرافيتي on the walls المدرس سوف يضع رسالة عن حصة الرسم الجديدة هيضعها فين البنك ولا البارك الحديقة ولا الناتس بورد لوحة الاعلانات ولا النوت اللي هي الملاحظة طبعا في الناتس بورد بعد كده بيقول لي it was sunny جو كان مشمس so we were surprised لذلك احنا كنا مندهشين او متفاجئين by the note of the first بايه للغابة darkness ظلام kindness عطف illness ضعف طبعا كنا متفاجئين طبعا by the darkness of the first نكمل on unit 4 most people in the class معظم الناس في الفاصل have never not pipeline عايز اقول ابدا لم يسافروا بالطائرة non عرف drone رسم travel سافر stone رما يبقى have never traveled i have lived here since i not married to your grandfather بيقول انا بعيش هنا منذ ان تزوجت بجدك طبعا هنا since وراها ماضي بسيط يعني تزوج انا دخلت في اي صغيرة ومشيت طبعا في بطول النهر يبقى انا هنا طبعا ركبت انتو يركب ركبت كيف كهف ولا ترك شحنة ولا كانو زورك ولا يبقى عندما زار للمرة الاولى اللي هي مبنى القبة السماوية ولا الاكوريوم اللي هو حديقة الاسماك ولا الفانفر الملاهي ولا المكتبة يبقى هو طبعا بدأ يحب السمك لما زار الاكوريوم الليلة الماضية انا كان عندي ايه غريب اعتقدت انه بطير يبقى انا كان عندي لعبة toy لعبة dream حلم decision قرار يبقى ايه هاد a strange dream انا كان عندي حلم غريب نكمل سمر بتساعد المهندسين اثنو الصغيرين انهم عايز يقول حقا اهدفهم يبقى achieve their goals اما كيف يعطي design يصمم انتر يدخل طبعا بنيتا مستوى ولا ميل وقبة ولا نقطة يبقى طبعا هي اه اه يكمل في بيج نقطة عايز اقول كان فيه اكتر من ستمائة ايه من اتنين وتلاتين دولة فيه طبعا اه اللي هي كاس العالم للشباب طبعا بطولة كاس العالم لكرة اليد طبعا كان فيه مشجعين ولا منافسين ولا مقالات يبقى طبعا كان فيه اكتر من 600 متنافس لما كان عمرها 6 سنوات هي فازت بايه طبعا قصيدة سعر جائزة مثل معدن يبقى هي فازت جائزة بعد كده نكمل لا يجب ان انت تشعر بالسوء تجاه كونك طبعا طويل طبعا ايه اللي هو شيء ايجابي ويت الوزن سريع مسافة والله هايت ارتفاع طبعا هو طبعا يشعر بالسوء ان هو طويل يبقى يور هايت اللي هو طولك طبعا او ارتفاعك ده شيء طبعا ايجابي الاصدقاء يجب ان هما يعملوا ايه في الاسرار تلي يخبر كيف يحافظ على لاف يسخر او يضحك ليف يغادر طبعا هما يجب ان هما يحافظوا على الاسرار انا حاولت ان انا اعمل ايه في نادي رياضي جاين ينضم الى طبعا جاين معناها ينضم الى وطبعا بتيجي بدون حرف جر ازاي ما شرح نابلك عايز يقول يجب ان انت تختار اصدقائك بحرص طبعا هنا تشوز اللي هي معناها يختار اما بك يقطف يملك وتك يأخذ طبعا الاطفال اللي هما الصغيرين ليسوا طبعا مهم مش ايه مستمعين جيدين لأن هما عادة بيعملوا ايه ايد بيأكل انترابت بيقاطع انكاريج يشجع لسن يستمع لان هما دايما او غالبا طبعا هنا اوفم معناها غالبا بايه بيانترابت وطبعا بيقاطع بعد كده طبعا انتقلنا الى الجرامر هنرجع طبعا على الجرامر هنبدأ بيونت 1 كنا شرحنا في يونت 1 المضارع البسيط وقلنا ممكن يعبر عن المستقبل في حالة الجداول الموعيد السابتة كترات طبعا حصص جدول حصص سينمات اي جدول حصص سابت او اي جدول سابت ده بنستخدم معاه طبعا المضارع البسيط اللي هو بتكون من في المصدر او مصدر معاه كمان شرحنا حروف الجر الخاصة بالوقت اللي هي ان وان وقات وطبعا احنا ادينا استخدامات او شرحنا استخداماتهم المختلفة بيقول لي عايز اقول لي احنا بناخد انجليزي ساعة عشرة يوم الخميس انا قلت في الوقت والساعات بياخد حرف الجرقات وليس وليس اون طبعا 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 هو هيصل هنا معناه هيصل في وقت محدد يبقى هنا بنستخدم المضارع البسيط طبعا هنا مفرد يبقى هنستخدم يعني فعل مضاف له او اس الفيلم لم ينتهي هو بيخلص الساعة تسعة طبعا ده ساعمعات ثابت يبقى اند بنضيف طبعا للفعل ده اس عشان ات مفرد ايج والي بلاي جيمز انا عادة بلعب مع ابناء عمي انا قلت طبعا فترات النهار عايز اقول ما الوقت اللي حيبدأ فيه الدرس الدرس هنا مفرد يبقى ضز قلنا فيه المقارنة فيه الصفات القصيرة بنجيب الصفة وار وذان وصفات الطويلة بنجيب مور وليس وصفة وذان اما في السوبر اللي هي التفضيل بنجيب في الصفات القصيرة ذا والصفة وال est وطبعا الصفات الطويلة بنجيب the most زالي زائد الصفة وقلنا كمان وشرحنا في unit 2 neither nor either or both and none of طبعا كنا شرحنا وقلنا ان both and الفعل معها جمع either or neither nor فعل يتبع الفعل الثاني وقلنا طبعا neither of either of none of فعل طبعا معها مفرد كل الحاجات دي طبعا شرحناها في طبعا unit 2 كنا كمان شرحنا طبعا ما بين present simple way sorry اللي هو الماضي المستمر و الماضي البسيط وشرحنا استخدامات الماضي المستمر وان يعبر عن حدث كان مستمر عندما قطعها حدث اخر الحدث الاول في الماضي المستمر والحدث التاني في الماضي البسيط طبعا كل الحاجات دي طبعا شرحناها في فيديو شرح الجرامر طبعا هو موجود على القناة الناس اللي حب ان هي تشوف او غلاء من الكاتل انا عندي زان اول ما اشوف زان مع ان انا هنجيب معها صفة معها او صفة معها موروليس انا بص للصفة اللي عندي لقيتها صفة طويرة بقى جيب معها موروليس استخدم بقى موروليس بناء على الفاعل الموجود ده او الكلمة الموجودة اللي هي في الاول طبعا الاول هي اكثر غلاء من الكاتل يزيب بقى بحدش طبعا يضيف لي ميضيف لي طبعا او الى اكسبنس غلط اخت وانا ايضر لايك بلاينج ايه بلاينج طبعا بلاينج تينس طبعا اخت وانا طبعا عايز اقول ايه كلانا يبقى اقول طبعا بوث عندي الفعل هنا جامع ولا واحد من العقد ده رخيص طبعا انا قلت الفعل مفرد يبقى اي عنصر اي عنصر فلعايز اقول اي عنصر ايه اكثر طبعا فايدة يبقى the most طبعا بينما از هنا معناها بينما يعني عندي حدسين حدس كان مستمر في الماضي المستمر عندما قطعه حدس اخر بيكون في الماضي البسيط يبقى انا هنا اي بتاخد ووز بينما انا بعطي لصديقي التليفون ينظر فيه هو طبعا ايه وقع نكامل نكامل طبعا هنا استخدمنا او شرحنا في يون ثري اللي هي الصفات المنتهية بالإيدي والإي وان الصفات المنتهية بالإي بتصف الكائن الحي بيشعر بالصفة والإي إن جي بتصف الكائن الحي او الجماد اللي بيسبب الصفة وشرحنا استخدمات جوينج للتعبير عن المستقبل وكمان شرحنا المضارع المستمر برضو للتعبير عن المستقبل زي ما قلت اقدر تدخله على القناة والطبع فيديو الشرح كاملا عايز اقول انا كنت طبعا محبط طيب انا هنا بضيف للصفة هنا اي دي انا كنت محبط لان انا اللي بشعر بالصفة المتضوعين معناها سوف طبعا وبيد وراها الانفراتف الفعل في المصدر يبقى هينضفوا الحديقة طبعا الساعة تسعة ماذا سوف نفعل تجاه ويبقى المتحف ده اميز عايز اقول متهش يوجد الكثير من الاشياء طبعا القديمة هنا يبقى هو اللي بيسبب الصفة طيبة طبعا عند صفة بتنتهي باي بنحزف ال ونضيف ال انواع الكتب يعني عايز اقول الكتب اللي انت مهتم بيها يبقى وليس انترستنج انترستنج طبعا معناها شيء نكمل بيقول لي فادي هاز هذا هدك طبعا كنا شرحنا في المدارع التام وانا بيتكون من هاف وهاز وال اللي هو التصريف التالي للفعل وانا هاف بتستخدم مع وي 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 و طبعا وشرحنا استخدامات كل كلمة ومكانها كمان في الجملة زي ما قلت برضو انتم متقدروا تدخلوا على القناة واتبعوا فيديو الشرح كاملا بيقول لي فادي هاز هدا هيدك فادي كان عنده صداع هو عنده صداع منذ سيعاي عايز يقول هنا اداني المدة يبقى استخدم انا اي الفرق بين بيجي وراها في خيمة اخد بال ايه اللي بتجي في السؤال وفي منتصف السؤال وبتستأل عن خبرات شخصية هي ايفر وليس ايفر كامل ولينا عايز اقول كامل ولينا اتزوجه منذ العام الماضي العام الماضي يعني بداية الحدث يبقى وليس طبعا لو قلت يبقى اتناشر شخص عايز اقول ان هم ركبوا جمال التصريف التالت هو ريد ريد رود ريد العام الماضي ده بقى ماضي بسيط عاد خالص عايز اقول انا زرت القهراء يبقى يبقى لما شوف يصر دي اقول انزاد عام ماضي انزا بسيط يعني التصريف الثاني لفعل نكمل هو لم يذهب لدولة اخرى طبعا ايه اللي بيجي في نهاية الجملة المنفية هي يت يت اللي هي معناها حتى الان ايه الفرق ما بينها وما بين already انها already بتيجي ما بين في الجملة المثبتة ما بين هفوهز والتصريف التالت للفعل وبتيجي في نهاية الجملة المثبتة اما يت بتأتي في الجملة المنفية او في نهاية الجملة المنفية ونهاية السؤال منذ ان بدأت وظيفتي ممكن يجي معاها جملة ماضي بسيط وانا بشتغل مع مئات من الحواسب يبقى انا هنا لازم استخدم مضارع تام اي بتاخد هف والتصريف التالي من ويرك هو ويرك يبقى اي هف ويرك اهي هف اهي بين هف و هز والبوس بورتسبل في الجملة الان المثبتة احنا بالفعل صممنا كبري ولكن عايز اقول احنا ما انهناش يد معنا ان الجملة هنا منفية يبقى وي هفينت عايز اقول هي عازفت في حفلتين موسيقيتين طبعا دي نهاية جملة مثبتة يبقى already وليس ايه وليس ايت انا عايز هنا لبوس بورتسبل تصريف التالي الفعل يبقى ايتن بعد كده طبعا كنا شرحنا المودة اللي هي الافعال المنقصة شرحنا في البرزنت المضارع في الباست الماضي شرحنا مصت و مصنت وقلنا بيجي وراهم الانفينتف عشان نعبر عن الضرورة او المانع والتحريم باستخدام مصت و مصنت شرحنا شود و شودن اللي هي يجب ان ولا يجب ان وبرضو بيجي وراها الانفينتف لإعطاء النصيحة وشرحنا هاف تو و هاستو بيجي برضو وراها الانفينتف الفعل في المصدر عشان نعبر عن الزام او الضرورة ولكن ده الزام خارجي اما مصت الزام داخلي وشرحنا الماضي اللي هو طبعا وعدم القدرة في الماضي وكمان شرحنا ميت اللي هي بتفيد الاحتمال بيقول لي ولكن انا مش متأكد دائما متشور مش متأكد يبقى ده احتمال يبقى بستخدم ميت يبقى ميت و ليس مست ربما كده اذهب للستان انا هقول لك سير but you must tell يجب ان انت تخبر اي احد طبعا لا هو هنا بيمنعك او بيلزمك ان انت ما تقولش الحد يبقى you mustn't طبعا لا يجب او ممنوع ان انت تخبر حد انا طبعا اضطررت ده اضطرار اضطررت ان انا اخبر والدي عن المشكلة ان انا بواجهها طبعا هاتو بيجو وراها الانفينتف يبقى tell you should see and come things to people on social media يجب ان انت تقول اشياء غير لطيفة للناس على social media طبعا لا انت بتنصح شخص بس بعدم فعل شيء يبقى you shouldn't sorry mom اسف يا ماما i weren't able to do the shipping for you انا لم اكن قادر على ان انا اكون بالتسوق من اجلك طبعا i بتاخد ووز وهنا عن زينها من في but i wasn't انت ان الى page 51 طبعا دي تدريبات كده مجمعة من كتاب التدريبات هنا السؤال الاول ده سؤال الديالوج سؤال المحادسة يقول لي سامير سامير عنده مشكلة مع اللابتوب بتاعه فالسالس بيرزون اللي هو البائع بيقول له طبعا hello how can i help you كيف استطيع مساعدتك طبعا هنا سامير هيقول له انه عنده مشكلة في اللابتوب بتاعه ويبقى يقول له ايه انا لدي i have a problem انا لدي مشكلة with my لابتوب انا عندي مشكلة في اللابتوب بتاعي فهو هنا حيرد يقول له ايه هي المشكلة سيلزي بيرزون بيقول له ايه المشكلة قال له i can't turn on my لابتوب لا استطيع ان انا شغل اللابتوب بتاعي يبقى يقول له ايه هي المشكلة what is this problem ايه المشكلة دي قال له طبعا اه انا لا استطيع ان انا شغل اللابتوب بتاعي it's suddenly turned off هو فجأة كده طفق الزو على الرغم من ايه ممكن يقول له i charged it انا شحنت it charged it انا شحنت don't worry لا تقلق we will check it حنفحصه فسامير سأل سؤال قال له you can take it tomorrow afternoon تقدر ان انت تاخده اه بكرة بعد اه بعد الظهر بقى يقول له متى يبقى when اللي هي معناها متى واستخدم can when can i يبقى تحول الى i when can i take it متى استطيع ان انا اخده قال له بكرة بعد الظهر قال له i hope وتمنى اه وقال له of course بالطبع we will make sure احنا حنتأكد there is no problem with the battery ان ما يكفيش مشكلة مع البطارية يبقى بيقول له طبعا اتمنى ان ما يكونش في مشكلة مع البطارية i hope there isn't اتمنى ان ما يكونش في مشكلة with the battery اتمنى ان ما يكونش في مشكلة مع البطارية قال له طبعا احنا حنتأكد ان ما فيش مشكلة مع البطارية فطبعا سامير شاكر وقال له thank you very much السؤال التعني سؤال complete سؤال اكمل هنكمل بتكتشف دي صعوبة القراءة والكتابة رزلت سنتايك وان عندما سنس منذ we hoped يأمل هو هو والده في قرية صغيرة he has loved drawing هو طبعا احب الرسم نقط he was a child عايزة اقول عندما كان طفلي ابقى when when he was a child but when he was five لما كان عنده خمس سنوات his parents والديها والديه نقط that عايزة اقول اكتشفوا اللي هي discovered that اكتشفوا he didn't like reading and writing ما بيحبش القراءة ولا الكتاب they knew that هم عرفوا ان he had not هو عنده ديسليكزيا صعوبة القراءة والكتاب after that بعد ذلك he got help at school اللي هو حصل على مساعدة في المدرسة he began to understand more ودأ يفهم اكتر later بعد كده he was happy هو كان سعيد when he started to achieve good results لما بدأ ان هو نتائج جيد بعد كده قطعة reading طبعا بيقول you probably have a fridge in your house to keep your food cool انت ربما ان انت يكون عندك تلاجة في بيتك لتحافظ على الطعام بارد but have you ever thought about what people did in the past ولكن هل فكرت في الناس في الماضي كانوا بيعملوا ايه people have used ice to keep food cool for thousand of years طبعا الناس استخدمت التلج عشان تحافظ على الاكل رطب منذ الاف السنوين in the north of europe in winter في شمال اوروبا في الشتاء people were able to use snow or ice الناس كانت قادرة على ان يتستخدم الجليد او التلج which they kept underground for many months اللي هما كانوا بيحفظوا عليه تحت الارض المدة شهور in 1842 في 1842 an american doctor طبيب امريكي called john gory طبعا بيدعى john gory invented a machine to make ice اخترع على تصنع التلج he used it to keep people cool with the good and illness called yellow fever طبعا هو استخدمها لكي يحافظ على الناس طبعا باردة عندما كانت يتصاب الناس دي طبعا بمرض بسمى الحمى الصفراء بحلول عام 1900 places that sold الناس اللي هي كانت بتبيع اللحمة in the usa في المولايات المتحدة الامريكية started to have fridges بدأ يكون عندهم تلاجات and today واليوم nearly all homes تقريبا كده كل المنازل in the usa have a fridge in the kitchen فيها تلاجة في مطبخ بيكمل وبيقول we continue to use the same technology for the fridge that we have used before a century nor noisy اللي هي ولا هي حرة ولا هي ضوضائية these are going to use less energy كمان التلاجات دي هتستخدم طاقة اقل تو ايضا لذلك هتكون اكثر كفاء السؤال الاول بيقول لذلك القطعة كيف صنع التلج كيف نحافظ على الطعام بارد التلاجات في الولايات المتحدة الامريكية طبعا احنا هنا الكطعة كلها بتتكلم عن ازاي الناس بتستخدم التلاجات دلوقتي علشان تحافظ على الاكل بارد طب ازاي الناس كانت بتحافظ على الاكل بارد قبل كده ان هما كانوا بيستخدم التلج طبعا او هو الجليد علشان يحافظوا على طبعا الطعام بارد لحد طبعا ما استخدمت التلاجات قديما وبرضو استخدمت دلوقتي احنا طبعا هنستخدم هنا جون جوري اخترع آلة اللي هي طبعا made eyes التلاجات اللي احنا طبعا بنستخدمها دلوقتي هي كبيرة وضخمة طبعا ضوضائية وبتصنع الكثير من الحجرة طبعا تخليها او تجعل الحجرة سخنة بتدور الوقت ولا بتعمل بدون توقف طبعا هي باقي كده بيقول صيف كيف اصبح الناس بيستخدم التلاجات في منازل هم اليوم يبقى they became ممكن نقول طبعا ان هما اصبحهم they became او they became to use them easily بيستخدمهم طبعا مشغولة to keep their food cool why do you think that places which you sold the meat started to have fridges by the 19 طبعا ليه بتعتقد الاماكن اللي كبتبيع لحمة بدأت يكون عندها تلاجات طبعا to keep لكي يحفظ طبعا معا اللحمة to keep the meat cool بعد كده بيقول do you think people will continue to develop the fridge هل تعتقد الناس حيستمروا في تطوير التلاجة يقول طبعا yes i think so ايوة اعتقد زال what other things can people make better ايه الحاجات التانية اللي الناس هتفعلها او هتجعلها افضل ممكن اقول مثلا washing machines اللي هي الغسلات هتفكير هتفكير going to renew more school. حتجدد طبعا مدارس اكتر. what is the suffix used to change the verb renew into adjective. ايه اللي حقا اللي حتغير الفعل renew يجدد الى صفة. طبعا هي renewable معناها متجد. نكمل في بيجي 53. it wasn't a dream. ما كانش حلم. i was a week. كنت صحي. the interim of a week اللي هي معناها مستيقظ. هي ايه بقى? هي مددها هي اسليب اللي هي معناها نايم. فاست سريع ابوف فوق اسلوب بطير. الشخص النزيل ده هو الشخص. بيبني حجرة في منزل. اونز بيمتلك منزل. بيدفع ايجار حجرة في منزل ولا كيب ساروم بيحافظ او بيحافظ على الحجرة او بيحفظ حجرة طبعا هو. الفريق الطبي ساعد الكثير من الناس في القرية. they really not a difference to the people's life. عارض اقول هم حقا بعمل وطبعا اختلاف في حياة الناس طبعا هم made difference. make a difference معناها يصنع اختلاف. بعد كده بيقول لي our school has a staff of 30. المدرسة فيها هيئة عاملين من 30. شخص staff here means. اللي هم هيئة العاملين او الworkers do buildings of our school. المباني اللي في المدرسة. ولا numbers of students in our school. عدد الطلاب. ولا group of people working in our school. مجموعة الناس العاملين في المدرسة. ولا number of classes مجموعة الفصول. طبعا هي group of people working in our school. بعد كده سؤالي correct. بيقول لي the film is poor. عايز اقول لي الفيلم ده ممل. I don't want to continue watching it. لا استطيع او لا اريد ان استمر في مشاهدته. يبقى طبعا هو بورينج. اضيف لها ing. احزف الاي واضيف ing. have you ever drive a car? عايز اقول هل سبق ان انت قدت سيارة? تصرفي التالت من drive هو driving. بعد كده بيقول لي the film work. الواجب is almost done. هو تقريبا كده اه فعلة او اه اه تم. you have to stay uh update. عايز اقول له انت مش مضطر ان انت تبقى الوقت متأخر. يبقى you don't have to. هنا you don't have. اه وعندي تو بقى في السؤال. reading is my favorite hobby. القراءة دي هويت المفضلة. I think it's useful than watching tv. اعتقد اللي يعزوا الاقصر افادة او اقصر منفعي. يبقى طبعا more useful. none of my friend is be going to the travel to alex. ولا واحد من اصدقائي ما له يبائز ان هنا none of الفعل معاها مفر.